سيدة هيبة علشان نعمل قانون متوازن يجب علينا ان احنا نلتفت لأيه؟ والله يا فاند تسمحي لي ان انا ابتزي في حضرت حضرتك احنا بنتعلم منها وهي قامة كبيرة في السياسة وقدوة ليه قدوة ليه كبيرة جدا الحقيقة احنا يعني حالك وحالك بتتكلم انتبلي ان احنا لابد من تنصيق في كل احنا كلنا متفقين ان فيه ازمة ولكن لابد من التنصيق لحل هذه الازمة هو ده ليه انقص التنسيق ما بين كل هذه الهيئات احنا كلنا حاسين ان فيه تفكك كنانا حاسين بأزمة التلاق هو بقى سهل جدا هو بقى حل للمشاكل واصبح هو في الاخر ازمة خلييني مش عارفة استثمر المواطن واخد منه انتاج جيد ويبقى ملائم للتنمية اللي بتحصل في البلد فبالتالي هو بالنسبة لي زي قم بلا موقوطة دلوقتي مواطن يعني ممكن يكون ايه خامل غير نافع مشوه نفسيا غير امن نفسيا ما هو حضرتك بالضبط انا لما بقعد مع يعني عميلة عندي بلاقي ان الابناء ضاع منهم الامان لان الام ضاع منها الامان نتيجة الاجراءات اللي بتبتاخد بطريقة حسست اولادها ان مفيش امان ابدا بس جاي لهم من الاب فتخير حاجة بتربي مواطن هو مش مقامل لبابا اصلا اللي هو نواة المجتمع يبقى عندي مواطن كلمة مواطن يعني انتماء ونماء فانا ازاي ها استثمر ده وهو جوه البيت مش حاسب امان فاحنا لازم بالبداية يبقى فيه ثقافة انا مش بتجوز وبخلفه خلاص مش فراخ مش فراخ انا حزني ان الاولاد بيخشوا جوه الخلاف ممكن اكون انا وانت ممكن اكون انا وانت خلاص مش قادرين يعيش مع بعض لكن ادمر النتاج بتاعي يخلي فيه افات يبقى لا نافع جوه ولا برا يبقى احنا محتاجين ثقافة الاختلاف محتاجين ثقافة الزواج محتاجين ثقافة العدل كل حاجات يتسود اساسها ايه التربية اللي ما نقطع بحاجتين تربية في التعليم داخل المدارس المصرية والحاجة التانية ثقافة الام والاب في انتاج اصره وانا بخلف على طول يعني دايما اقول لهم مش قوي ما بنتجوز نخلف استنى شوي لان جواز الصالونات ممكن الانساني يعني زي ما قال سيدنا عمر مخطاب كل خاطب كاذب ممكن يكون ابدع في انه يخدعني واكتشف او هو كمان فيه سيدات بيتخدع الرجال ان هي تقوى وربنا ولكن هو يكتشف ان هو يعني يخد حاجة ده خايل بقى يحصل بقى طفل من حاجة زا كده لا يبقى احنا مش علاتون نجيب اولاد لا نجيب اولاد لما نتطمل ان احنا قادرين ان احنا ربي هذير طيب